بداية بدأ عناصر المنتخب الوطني لكرة القدم بالتواف اتباعا على أرض الوطن تحسبا ليدخول في المعسكر الإعدادي والذي يسبق المواجهتين الوديتين أمام كل من الرأس الأخضر يوم الخميسي القادم كذلك أمام المنتخب المصري يوم السادس عشر من هذا الشهر كان على رأس الوافدين على مطار هواري بومدين الدولي محمد البشير باللومي لعب فارنيسي البرتغالي والذي سيسجل انضمامه إلى المنتخب الوطني لأول مرة كما حل بأرض الوطن كل من عيسى موندي فارس شيبي كيفن غيطون وكذلك رميز زروقي